بعد ما حضرتك سبت نادي الأهلي وسبت شركة الأهلي للاستثمار وكانت لديك خطط واسع جدا لطرحها في البورصة أو طرح نوادي الكرة في البورصة كيف ترى المستقبل لأندية كرة القدم في مصر بشكل خاص وحضرتك مهتم بالرياضة ويهي طرق تمويل شراء العيبة أو غيره؟ الحقيقة هي ملهاش غير طريق واحد هو أن لازم الأندية دي تتخصخص يبقى فيه خصخص عليها ويبقى فيه طرح الأسهمها لأنه غير كده صعب المنافسة جدا وابتدت الأندية دي بقى عليها ديون عالية جدا ودي حاجة في منطقة الخطورة طبعا هو الحقيقة النادي الأهلي كان يعني هو موافق أنه هو الشركة دي ممكن في حدود 49% تتباع أنا بالتالي إحنا مش محتاجين نحط قواعد اللي هي 49% ولا 40% ولا لا ما هي أي نسبة ويبقى فيه أسهم زهبية للنادي فيه تحكم معين عشان يبقى جمهوره ليه والأعضاء ليهم القوة في التصويت على حاجات معينة لكن هو ده التطور طبيعي اللي بصينا في العالم أقوى كورة في العالم هي في الجلطرة الأندية كلها شارينها شركات كبيرة يرجال أعمال قادرين يا في البورصة زي مانشستر يونايتد أو أندية أخرى فهو طبعا ده التطور طبيعي الحاجة تساعة نسبة يقولون هل توقفت عن مساعدة النادي الأهلي؟ لا طبعا لأند الأهلي طبعا ده حاجة في يا بتحبي يا متحبيش يعني فأنا بحب الأهلي جدا والأهلي ده في دمي لكن هو كان الأسلوب الحقيقة اللي ماشي به مش الناس بقى يقولك بقى ده فيه خلاف ومش خلاف لا ما فيش خلاف ولا فيها حاجة خلاص هو بالعكس لكن هو المنظومة نفسها أنه أنا بدير نشاط الكورة في النادي مش هبعايز حد يهتدخل صح؟ ومعين الكابتن الخطيب قال لي لأ يعني خد فول باور وعمل اللي انت عايزه مش صح لأن في الآخر هو الجامعية العمومية هي بتوسع له هو فهو بيسق فيه الراجل وأنا بسق فيه جدا لكن أنا قلت له مش ليه أو ليك يا النادي الأهلي غلط فأنا كان رأيي أنه اللي هتجيبه يمسك الشركة لازم يبقى حد من جوه النادي وحد أنت تكون بتابعه على مستوى يومي أو أسبوعي أو شهري أو أي حاجة